أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الأدى دي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهوى طبعا احنا انتفقنا من الحلقة اللي فاتت ان احنا ان شاء الله بإذن الله النهاردة في جزء قلنا هو لسه ما خلصناهوش في المنهج ولكن هيخش ضمن المراجعات وهنكسف المراجعات على الجزء اللي احنا ما قلناهوش زي درس غراب المخلوقات زي نص سليمان الحمامة زي نص الحب عطاء دول الأجزاء اللي كانوا متبقية للمنهج والنهاردة هنبدأ بالجزء دوا وهنبدأ بالشغل ده اللي هو ان احنا هنعمل نظام امتحانات الامتحانة عندي في الصف الأول الأدى دي هيجي عبارة عن زي ما احنا متعودين وزي ما تعودنا من السنة اللي فاتت ان في عندي تعبير ان في عندي تعبير وظيفي وفي تعبير إبداعي وفي الحلقات اللي جاية بردك ان شاء الله بإذن الله نشتغل على التعبير لكن احنا الفترة دي هيبقى مراجعتنا مقتصرة على القراءة والنصوص والنحو والقصة القراءة والنصوص والنحو والقصة هنبدأ عشان وقتنا ما يجريش مننا وعشان وقتنا ما يفوتش مننا بسرعة احنا عارفين احنا 30 ديئة مع بعض ان شاء الله بإذن الله ناخد كل اللي احنا عاوزين الدرس الاولاني او الفصل الاولاني او الجزء الاولاني اللي عندي في الامتحان النهاردة هيبقى من القراءة انا عندي القراءة جزئين قراءة اللي هي القصة اللي هو الجزء بتاع عقبة بننافع والجزء التاني من القراءة الموضوعات اللي احنا خدناها زي سبيل النجاح وزي كل الدروس اللي احنا خدناها الحرية وصيامة المال العام نهض الجزء معانا او القطع اللي موجودة معانا من درس مخلوقات غرائب المخلوقات الجزء بيتكلم عن احنا عارفين من درس غرائب المخلوقات بيتكلم على مجموعة من الحيونات جزء الاولاني بيكون على الطيور وهجرات الطيور وليه الطيور بتهاجر لان عندها غريزة العودة الى الوطن وحب الوطن نفس الكلام بنتنقل الجزء اللي بعد كده بعد ما نتكلم على الطيور بنخش على النحلة ودي الجزئية اللي موجودة معانا بتقول القطعة والنحلة تجد خليتها مهما طمست ونحلة العسل لتجذبها الازهار ازا هي كما نراها ولكنها ترى الازهار بالضوء فوق القلب نفسجي الذي يجعلها اكثر جمالا في نظرها انا عاوز اعرف القطعة عشان اقدر اراها لازم افهمها الاول معودش مجرد ان انا خش على الاسئلة والاجابات هنا بيتكلم على النحلة بتاعة عسل النحلة اللي احنا بناخد منها عسل النحلة قال للنحلة دي فيها حاجة من الغرائب ما هو الدرس اسمه غرائب المخلوقات يعني ايه غرائب المخلوقات يعني بيعملوا حاجات نتدبر فيها ونتفكر فيها نعرف قد ايه قدرة الله سبحانه وتعالى النحلة عندها خلية اللي هي بنشوفها الخلية دي لو جي واحد وامشاي للخلية من مكانها اللي هي موجودة فيه وبدأ يمسح المكان ده كله هتلاقي النحلة ترجع مرة تانية لهذا المكان اللي فيه وطنها اللي هي بتحبه اصلا طيب بالنسبة للازهار احنا عارفين ان النحل بيعتمد فيه انتصاص الرحيق عشان ينتج لنا العسل الجميل اللي احنا اللي فيه شفاء للناس طيب العسل ده او الرحيق ده هل ايه اللي بيجيب النحلة انها تقف على الظهرة عشان تمتص منه الرحيق هل هي مجرد الشكل الجميل اللي احنا بنشوفه والمظهر الجميل اللي احنا بنشوفه لا طبعا احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق له ذوء له ذوء عام هو ليها ذوء غير ايه الذوء بتاعنا احنا ممكن تجذبنا هذه الظهرة ممكن تجذبنا هذه الثمرة لكن ما تجذبش النحلة ربنا سبحانه وتعالى حطلها الحاجة اللي تجذبها ايه هي الحاجة اللي تجذبها اللي هي الاشاعة فوق بنفسجية النحلة تعدي وطير تبص تلاقي الظهرة منورة وفيها ضوء بنفسجي يجذب النحلة تخش النحلة تنتصر رحيك تخرج لنا الايه العسل ده الجزء اللي خدناه معانا في النحلة طب تعالوا نشوف الاسئلة اللي موجودة عليه عبارة عن ايه معنى ازا هي معنى ازا هي هل هي حسنة المظهر ولا جميلة الرائحة ولا كثيرة الاوراق طبعا احنا قلنا ضوء يبقى الضوء مرتبط بايه بحسة البصر يبقى ايه اللي بيجذبها الضوء الفوق بنفسجي يبقى هنا بيتكلم على مظهر يبقى حسنة الايه المظهر معنى تجد معنى تجد تعرف ولا تهتدي الى ولا اللي اتنين مع بعض طبعا انا ماقول ايه يجد الطالب او يعرف هي هي يهتدي الطالب الى نفس الكلام اللي يجد الطالب النجاح سهلا يعرف الطالب ان النجاح سهلا يهتدي الطالب الى ان النجاح ايه سهلا يبقى كلاهما ده اول سؤال السؤال الالتاني اللي بيقول مضاد طمصت طمصت يعني اختفت ومحت وتم محيوها طيب معنى طمصت اختفت يبقى هنا ايه الكلمة اللي موجودة في الكلمات اللي موجودة قدامنا اللي تنفع مع كلمة اختفت اللي ظهرت يبقى ادي الاجابة بتاعت السؤال الايه السؤال التاني جمع نظر هل هي نظراء ولا نظرات ولا انظار طبعا عندي كلمة انظار هادي السؤال يبقى انا عندي لازم يا جماعة قبل ما اجاوب السؤال لازم اكون مركز كويس اوي 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 في معاني الكلمات ليه لان انا ربما وانا بحل السؤال تيجي في دماغي معنى تاني خالص واكتبه ما يكونش المعنى اللي موجودة عندي في الكلمات لانك انت طالب اقول اعدادي يعني معاك ورقة اجابة ومعاك ورقة اسألة ورقة الاجابة انت بتنقل الاجابة الصحيحة في ورقة الاجابة طب دلوقتي في واحد امكتب اجابة صح لكن مش موجودة في الاختيارات يبقى اجابة غلط ليه اجابتي غلط يعني في طالب دائما بيسأل السؤال ده ويقولك ليه اجابتي غلط ما انا مجاوب اجابة صحيحة قال ايه بقى يعني الوضع الامتحان قال لي ايه او الوضع الامتحان او الناس وضع الامتحان قال لك يبقى انت ما بتعترفش بالاجابات يجذب النحلة. ما الذي يجذب النحلة. قلنا الايه? الاشعة. ها? الفوق بنفسجية. الاشعة الفوق ايه? بنفسجية. او الضوء الفوق بنفسجية. حاجة من الاتنين اما اقول الضوء. ها. دي او دي الفوق بنفسجية. يبقى دي الاجابة بتاعي. قال لي اذكر بعض الصفات التي يتميز بها النحلة. طبعا انا عندي الاجابة بتاعت السؤال دوا راجع لخبرتي. خبرتي بالحياة. قرأتي. انا معروف اول حاجة معروف عنها النحلة ايه هي? النشاط. النشاط هو اول صفة يتسم بها النحلة. النشاط اول صفة يتسم بها ايه? النحلة. التعاون. كل اعضاء خلية النحلة كلهم متعاونين. كل اعضاء خلية النحلة كلهم بيشتغلوا. حتى الملكة. حتى الملكة بتاعتهم بتشتغل. تالت حاجة. النظام او التنظيم. النظام. عندهم نظام رهيب. خلية النحلة عندها نظام رهيب. واحنا صغيرين. انت وانتوا في خمسة ابتدائي. درستوا ايه? مغامرات في عماق البحار. لا احنا خدنا ساعتها واحنا صغيرين. عخلة الاصبع وخلية النحل. كنا فعلا شفنا قد ايه? احنا عندنا خلية النحل بتتكون من مجموعة من الافراد. او مجموعة من الجماعات. كل جماعة فيهم لها وظيفة معينة. ما بتقدرش ان هي او عمرها ما فكرت في يوم من الام انها تخرج برة هذه الايه? الفكرة. كده احنا خلصنا السؤال بتاع القراءة في مراجعتنا النهاردة. نخش على نص سليمان والحمامة. سليمان والحمامة الجزء الاولاني بيتكلم بيقول كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة. خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقامة. فمضت الى عماله يوما تبلغهم سلامة والكتب تحت جناحها. كتبت لها فيها الايه? الكرامة. هنا كان ابن داود اللي هو مين? ابن داود سيدنا سليمان. كان يقرب في مجالسه حمامة. عنده حمامة كده لها قيمة. طبعا يقول لك الكلام ده حقيقي. لا احنا بنتكلم ان احمد شوقي لما كتب النص دوا ما كانش الهدف منه هو فيه الواقع الطبيعي ان سيدنا سليمان كان يعلم منطق الطير وكان يتحدث الى الطير وكان يتعامل مع الطير ويعرف لغتهم وكان بيؤمرهم وكانوا بيستجيبوا لاوامر سيدنا سليمان. وعندنا مثال الهدهد. فكان فيه حمامة لها مكانة خاصة عند سيدنا مين? عند سيدنا سليمان. خدمته عمرا مثلما قد شاء. شايفين كلمة مثلما قد شاء? يعني منتهى الاخلاص ومنتهى الخضوع من هذه الايه? الحمام. يعني الحمامة قد شاء هو مش قد شاءت هي. يعني هي بتسمع كلام سيدنا سليمان وبتنفذ اوامره اللي بيطلبها منه بالضبط بصدق ومدى صدق واستقام. يبقى تعبير بيدل على الاخلاص. فمضت الى عماله يوما في يوم من الايام ارسلها سيدنا سليمان الى حكامه وعماله اللي هم الولاء على الدول اللي كانت تحت خضوع او خاضعة لسيدنا سليمان. تبلغهم سلامة. كان سيدنا سليمان بعت لهم الايه? السلامات وبعت لهم التحييات بتاعته. والكتب تحت جنحيها حتى الرسائل تحت جنحها ومسك فيها اوي وكتبت لها فيها الايه? وكتبت لها فيها الكرامة. وهنا تعبير بيدل على شدة حرص هذه الحمامة على ايه? على الرسالة وعلى اداء الامانة اللي بعتها بها مين سيدنا سليمان. واحد طالب دي قال لي ايه? ازاي مستر? هو ازاي حطت الكتب تحت جنحها? وازاي طارت? احنا بنتكلم في ايه? بنقول القصة خيالية. القصة خيالية. من وحي خيال الشاعر احمد شوقي. هو له فكرة او لوجهة نظر عايز ينقلها للناس. ايه هي الفكرة او ايه هي وجهة النظر? ان انت ايه? اوعى تيجي في يوم من الايام ان انت تخوني الامانة. اوعى تيجي في يوم من الايام ان انت تدخوني لايه? الامانة. الحمامة خانة الامانة. الحمامة بعد اما سيدنا سليمان اعطاها المكانة الكبيرة واعطاها المنزلة العظيمة جت بعت معها تلت رسائل كل رسالة فتحتها. وده طبعا ايه? خيانة للامانة. يبقى ايه الفكرة العامة للنص هو عدم خيانة الامانة. عدم خيانة الايه? الامانة. انت حد رب اداك حاجة امنك على سر اوعى تفشي هذا السر. هو اداها مجموعة من الرسائل تديها المجموعة من الحكام. خدت الرسائل فتحتها. طبعا واحنا زمان ما كانش فيه رسائل بقى بفتح الموبايل وبتدخل البين كود ولا الباسورد بتاع الموبايل. وابص فيه وبشوف الرسائل اللي موجودة فيه. لا لا الكلام ده كان زمان. يعني الكلام ده دلوقتي زمان لقى ما كانش فيه الكلام ده. زمان كانت الرسالة بتقفل وبتتعامل بختمة من الشمع بيختم عليها مين? الراجل صاحب الرسالة. طبعا لو الرسالة تفتحت مش هينفعتها تقفل تاني. فلما هتروح للرجل التاني او المرسل اليه هيعرف ان الرسالة تفتحت هيعرف ان الشخص ده مخادع وان الشخص ده خائن. الرسائل اللي بعتها سيدنا سليمان مع الحمامة للحكام بتاعته كان فيها الخير والعظمة والهيمنة كلها المين? لهذه الحمام. كان فيها انها تكون ملكة. لها تاج. كان ليها انها تمتلك كثير من الرياض. يبقى عندها رياض كتيرة جدا. عندها حضائق كتيرة جدا. حمامة وعندها حضائق كتيرة. عندها ميت فدان. الرسالة التالتة انها تكون زعيمة الطير بشتى انواع. الزعيمة بتاعت الطير بشتى انواع. راح فين الكلام ده اتبخر? ليه? لان الرسالة اللي فيها الاوامر هي فتحتها قبل ما تروح لمين? للي هينفز التعليمات بتاعت سيدنا سليمان. وندمت هذه الحمامة في الاخر. هل فعلا الكلام ده حقيقي سيدنا سليمان? فعلا كان بيتحدث الى الطير. سيدنا سليمان كان بيتحدث الى كل الحيوانات. وخدناها الكلام ده فين? في النص بتاعنا. لكن ايه المغزى من النص? هو ايه? اداء الامانة. عدم خيانة الايه? الامانة. الاسئلة اللي جات معانا هنا على الجزء ده من النص. المراد بعماله. هل هم ابنائه ام اصدقائه ام حكامه? قلنا حكام سيدنا سليمان. المراد ابن داود احنا لما قرينا ما فكرناش يعني ده بنقول ايه? الميزة اللي انا معود ولادنا عليها ان انا اقرأ. وحل للجزء اللي موجود من غير ما بص في الاسئلة. هلاقي نفسي الدنيا تفتحت قدامي? واول ما بص في الاسئلة هلاقي نفسي ايه? الاسئلة وضحت قدامي. من المراد بابن داود هل هو صالح عليه السلام? ولا هود عليه السلام? ولا سليمان عليه السلام? سليمان عليه السلام. جمع الكرامة هل هي الكرائم ام الكرماء ام الكرامات? طبعا الاجابة انا سمع الناس بتقول الكرامات. اختص سيدنا سليمان تلك الحمامة بتوصيل رسائله لانها قوية ولا لانها سريعة ولا لانه يأت منها على اسراره. طبعا للمكانة العظيمة. ممكن يجيلي سؤال لمكانتها العظيمة عنده. مش شرط منها قوي. عنده مية حمامة قوي. عنده مية حمامة سريعة. عنده ما هو اسرع من الحمامة. ولكن ايه? لانه يأت منها على ايه? على اسراره. السؤال اللي بعد كده او اخر سؤال عندنا بما يوحي التعبيرات التالية او ما موطن الجمال في التعبيرات التالية كان ابن داود يقرب في مجالسه ايه? حمامة. ادي اول واحد فيه او. الاجابة بتاعته ايه? تعبير اهو. يدل على مكانة الحمامة لدى مين? لدى سيدنا سليمان عليه السلام. خدمته عمرا. تعبير يدل على طول. طول الايه? الفترة. طول الايه? الفترة التي خدمت فيها الحمامة سيدنا سليمان. صدقا واستقامة. اخلاص. الحمامة. كل دي تعبيرات لها حاجات ومخزة جميل جدا. الكتب تحت جناحيها. الكتب تحت جناحيها. الكتب المقصود بها الايه? الرسائل. حرص الحمامة في بادئ الامر على الامانة. ايه ده? يعني هي في بادئ الامر كانت حريصة على الامانة? اه كانت حريصة على الامانة. ولكن النفس امارة بالسوء. نفس الانسان تأمره دائما بالسوء. ولكن احيانا الانسان عندما تأمره النفس بالسوء احيانا خلاص. اتصرف التصرف الخطأ اللي لا يمكن الراجعة فيه. ده اللي حصل مع الحمامة. الحمامة في بادئ الامر عاشت عمرها كله مع سيدنا سليمان بصدق. باستقامة. مثل ما قد شاء بتقدمه بالاخلاص. وفي لحظة واحدة لحظة واحدة تصرف خاطئ منها ضيع العمر الطويل اوي 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 اوي. اللي قضيته الحمامة مع سيدنا سليمان. لاني مش هيبقى ليها عين ترجع له مرة تانية. مش هيبقى ليها عين تروح له وتقول له انا اسفة ان انا ايه? فتحت الرسائل اللي بعتها معايا. خلاص. انت ما تستحقيش اللي داخل الرسائل. ده بالنسبة للنص احنا شرحناه. شرح كده سريع على اساس ان احنا ندخل ونيجي للانتظار بقى. يعني احنا بنقول ايه? الجزء الاخير من الحلقة ما ينتظره الايه? المستمعون. اللي هي الفقرة بقى يجنون عليها الفقرة الممتعة بتاعة الحلقة بتاعتنا. الفقرة بتاعتنا النحو اللي هو السؤال بتاعتنا النحو. ازاي السؤال هيجي في الامتحان? هيجي لي اعراب زي ما احنا متعودين? اقع تفتكلي ان انت طلع دادي هتلاقي بيوزع عليك تفاح اثناء الامتحان غير امتحانات بتاعة هو هو. نفس الكلام هو هو. نفس اعراب ما تحته خط. يجي لك اسئلة استخراج على الدروس اللي انت خدتها. وربما في الاعراب يكون فيه نفس الكلام. نبص مع بعض معانا على القطع اللي موجودة قدامنا. بتقول ان الامل متجدد عند الانسان ما بقى على قيد الحياة. يبدأ صغيرا وينمو ويكبر. هو ايه ده الامل؟ جزء من درس سبيل النجاح. وبعد تحقيق الامل يرغب في امل اكبر وبعزيمة اشد. وهذه الامل المتتابعة تصنع الطموح. الراجل قال لي ايه؟ قال لي اعراب ما تحته خط. احنا تعودنا من السنة اللي فاتت. ومن اول السنة دي ان انا عشان اعراب قطعة النحو لازم ايه؟ احول القطعة الى مجموعة من الجملة. وحدد نوع الايه؟ نوع الجملة. الجملة اللي هي بتقول ايه؟ ان الامل متجدد عند الانسان ما بقى على قيد الحياة. ادي اول جملة. يبدأ صغيرا ادي اول جملة. وينمو تاني جملة. ويكبر تلك جملة. مهالفعل يعني من الجملة. وبعد تحقيق الامل يرغب في امل اكبر. وبعزيمة اشد. وهذه الامال المتتابعة تصنع الطموح. اسمتها الى ايه؟ الى مجموعة من الجمل اهو. قال لي اول جملة فيها انه بتاعت سنة ستة. اه. اللي كانت لسه بتتشرح من شوية لسنة ستة. فقال لي ان الامل الاسم اللي بيجي بعد انه مباشرة يتعرب اسمها. يبقى ده اسمي انه منصوب. انا لسه ما عرفش هو طالب مني ايه؟ ان الامل ماله ما احنا قلنا. المبتدأ زائد ماله يديني الخبر. انه اسمها زائد ماله يديني خبرها. يبقى اسمي انه الامل اسمي انه منصوب علامة نصبي الفتح. ان الامل ماله متجدد. يبقى ده خبر ايه؟ خبر انه مرفوع علامة رفعه الضم. يبقى انا عندي عنده ظرفه والانسان مضاف. ليه ما بقى على قيد الحياة مش مطلوبة مننا. خلاص ما احناش عايزين منها حاجة. يبدأ صغيرا. دي جملة ايه؟ جملة فعلية. يبقى يبدأ اهو. ابص يميني قلت بقى قبل كده لما يجي لي فعل مضارع. اضرب بعنيا يمين سنة. بزوية تلاتين ايه؟ تلاتين درجة. اهيه؟ ولا خمسة واربعين. هنا ما فيش ادات نصب ولا في ادات جزم يبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. مين اللي يبدأ؟ الامل. يبدأ ايه؟ صغيرا. قال لي صغيرا دي حال. خلي بالك ما هياش مفعول به. ما هياش ايه؟ مفعول به. لان كيف يبدأ؟ يبدأ صغير. قلنا نحط ووزة الضمير قبل الكلمة اللي انا بشك ازا كانت مفعول به ولا حال. يبدأ وهو صغير الجملة مشيت. يبقى دي ايه؟ حال. قال لي ام الفين الفاعل. قال لي مستتر. الله. يبقى انا السنة دي خدت الضمير المستتر. يبقى انا هيجي لي لما يجي لي السؤال يقول لي استخرج ضمير المستتر. اريح دماغي. اريح ايه؟ دماغي. حليت وانا لسه ما شفتش. انا كاتب ايه في الوراء. وينمو ويكبر افعال ملهاش فاعل باين. يبقى برضك افعال ايه؟ مستتر. وبعد تحقيق الامل. بعد ظرف. تحقيق. اللي بعد الظرف بي ايه؟ مضاف ايه. مش فعل. الناس بتفتكر كلمة تحقيق دي فعلي. لا مش فعل دي اسم. نكرة زائد معرفة. مضاف ايه. الله عليك. يبقى مضاف ايه مجرور وعالمة جره الايه؟ الكسرة. يرغب في امل اكبر وبعزيمة اشد. انا شايف كلمة اكبر وكلمة اشد الاسم على وزن افعل. يبقى دي همزة ايه؟ همزة قطع. ده انا حططلك الهمزة هي. يبقى انا هنا طلعت تاني حاجة ايه من عندي. طلعت الضمير المستتر. طلعت همزة الايه؟ القطع. اما يجي يقول لي السبب اقول له لانه ايه؟ صفة على وزن ايه؟ افعل. وهذه الامال او عمنا المعرف بقال ده يبقى قال في وصل المتتابعة تصنع الطموع. مين اللي تصنع؟ هذه الامال. قلنا الفاعل ما يجيش قبل الايه؟ قبل الفعل. تصنع ايه؟ قال للطموع. قال لي مفهاش ايه؟ مفهاش خلاف زي صغيرة. صغيرا اختلف فيها ليه؟ لان انا احتر ما بين الحال وما بين المفعول به. لكن دي جات معرفة. خلاص ريحتني. يبقى هنا ده ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. ادي القطعة موجودة قدامنا طلعت منها ايه؟ طلعت منها همزة قطع. طلعت منها الف وصل. طلعت منها ضمير مستتر. طب انا افتكر كده انا خدت ايه؟ فعل معتل وفعل صحية. طب ما تيجي ندور على الافعال مع بعض عشان ما يجي لي الاسئلة احل ومن غير ما فكر. ان الامل قال لي ما بقى. بقى ده فعل ايه؟ معتل. نوعه حرف العلة في الاخر يبقى ناقص. انا برايح نفسه اهو. يبدأ بدأ. الماضي بتاعه قلنا ايه؟ بدأ. يبقى فعل صحيح. نوعه ايه؟ في همزة مستر. يبقى مهموز. ينمو نما نفس الكلام. يكبر كبرة سالم. تحقيق حقك اقولت له لا. ما هي تحقيق اسم مش فعل. تحقيق اسم مش ايه؟ مش فعل. تعالوا نبص للأسئلة على طول مع بعض. قلنا. هي مع بعض كلمة مبدوقة. بالف وصل قلنا المتتابعة. وريحنا دماغنا اهو. تبدأ بالف ولام. همزة قطع قلنا اكبر. قال لي خبر لمبتدأ ارجع للقطعة تاني. ابدور على المبتدأ اللي عندي. هو قال لي خبر لمبتدأ ما قال ليش خبر لحرف ناسك. ادور على المبتدأ قال لي اهي؟ اهي هذه الامل. ما لها؟ تصنع. يبقى جملة ايه؟ جملة تصنع. خبر جملة ايه؟ خبر جملة فعلية. اهو ريحنا دماغنا اهو. تصنع جملة ايه؟ فعلية. جملة تصنع. فعل صحيح طلعناه. يكبر. اللي هو كبرة. معتل قلنا بقى. نفس الكلام. ضمير مستثر قلنا ينمو. وتقديره ايه؟ هو. طيب ناخد بسرعة اخر اخر حاجة هناخدها مع بعضينا. الطالب المجتهد يهتم بدروسه. اجعل الخبر مفرد. قلنا لما يجي الخبر يئما حط له ميم يئما قلب بعد الحرف الاول. هنا هشيل الحرف هنا بقت. اه بقت مهتم. يبقى الطالب المجتهد. مهتم. هنا حولتم الخبر. جملة فعلية لخبر مفرد. انتم تكتهدون في العمل. كده. خلصنا امتحانا النهاردة. وخلصت حلقتنا. التلاثين دي يا فاتوا بسرعة. ان شاء الله بإذن الله على موقع ديوم الاتنين اللي جاي بإذن الله. وهنشوف بعض وامتحانات جديدة. واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.